موسيقى ندوى اليوم ويكتسي أهمية راهنة هو الاستثمار العمومي الترابي بالمغرب بالنظر إلى الإشكالات التي يطرحوا هذا الموضوع وبالنظر إلى الرهانات المعقودة على الجامعة الترابية باعتبارها دائم أساسي للاستثمارات العمومية الترابية هذه الندوى تعالج مختلف الإكرهات المرتبطة بهذا الموضوع وتعالج كذلك البدائل المتعلقة به إلى جانب البحث في آليات تجديد للاستثمار العمومي الترابي نحن نعلم على أن المغرب خطأ خطوات مهمة جدا في هذا المجال ولكن هناك عدة إكرهات مرتبطة بالأسس بالمنظومة القانونية من جهة ومرتبطة كذلك برؤية الجامعة الترابية للستثمار العمومي ومرتبطة كذلك بالإكرهات الذاتية والموضوعية فأربع جهات من المملكة تستحوذ على الاستثمارات العمومية كما أن هذه الجهات التي نجد فيها تحفيزات إدارية ومالية من أجل تشجيع الاستثمار العمومي في غياب باقي الجهات الأخرى وهذا يعني يشكل عائقاً بالنسبة للجامعة الترابية مما يستدعي بدل المجهود فيما يتعلق بهذه المسألات دعم لا تمركز الإداري في السثمار العمومي كذلك جانب آخر يحضر في هذه الندوة وهو معالجة المقاربات الجديدة والمتجددة التي تحضر بشكل كبير في هذه الندوة من خلال تغطية الجانب الإداري الجانب المالي الجانب التصويقي للجامعة الترابية والجانب كذلك للشراكات نعرف على أن القانون جاء بآليات متعددة من أبرز مثلاً صندوق العالم قاروي والمناطق الجبلية وصندوق دعم بلجيات ولكن يبقى مع ذلك هذه المحدودية حاضرة بشكل كبير جداً فلابد من مساءلة هذه الآليات الجديدة فيما يتعلق بدور الإستثمار العمومي الترابي الندوة أو أشغال الندوة الجديدة في هذه المرة وهو أن تضم مختلف الجامعات المغربية من خلال حضور ستين باحث وباحثة يغطون مختلف المجالات سواء انتعلق الأمر بالقانون الإداري أو القانون المالي أو حتى العلوم السياسية لأن تقاطعة هذا الموضوع كتفرد هذه المجالات تكون حاضرة بشكل كبير جداً فبالتالي هدفنا في هذه الندوة هو أن نسلط الأضواء على الإكرارات وكذلك على الحلول وعلى المقاربات المعتمدة من خلال كذلك حتى تجارب المقارنة نشوفهم الآن تجارب الإسبانية نشوف تجارب الفرنسية تم يتعلق بهذا المجال لتدبير الاستثمارات العمومية الترابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر